اشتركوا في القناة وفي رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء اللجان الوزرية الحكومية على ما بذلوه من جهود أسهمت في تحديد 27 سياسة و113 مبادرة تغطي التطلعات لمجموعة محاور وهي البنية التحتية والبيئة والعمل التشريعي والخدمات الاجتماعية والعمل المالي والاقتصادي إلى جانب الأداء الحكومي والتحول الرقمي وفي هذا الصدد وجه المجلس إلى مواصلة العمل وبدل كافة الجهود لجعل هذه التطلعات برامج عمل تعود بالخير والنماء على الوطن وأبنائه بعد ذلك أكد المجلس الحرص على تهيئة الفرص لتعزيز مساهمة الشباب بما يمتلكونه من روح تواقة للإنجاز في دعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه منوها المجلس بالحرص والاهتمام الذي يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تعزيز دور الشباب من خلال توجيهاته الدائمة لخلق الفرص النوعية أمامهم للإسهام في مسارات التنمية المختلفة كما أشار المجلس إلى إسهامات المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في إطلاق المبادرات التي تفتح المجال أمام الشباب وتعزز فيهم روح الابتكار والتميز وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم الدولي للشباب بعدها عرب المجلس عن تعازيه ومواساته لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة وأسر ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة وتمنياته بشفاء العاجل لجميع المصابين بعدها أكد المجلس الاستمرار في تبني المبادرات وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي وذلك لدى استعراض المجلس لمذكرة اللجنة الوزرية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن نتائج الإقفال نصف سنوي للوزرات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في الثلاثين من شهر يونيو 2022 والتي أظهرت نتيجة الالتزام ببرنامج التوازن المالي إلى جانب ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية بزيادة الإيرادات الفعلية بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بالإضافة إلى إبقاء مستويات الصرف وفق ما هو مرصود لها بالميزانية العامة مما حقق وفرا بلغ 33 مليون دينار والذي ساهم في تقليل الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام والتي من ضمنها سندات بقيمة مليار وخمسمائة مليون دولار أمريكي بما يعادل خمسمائة وخمسة وستين مليون دينار بحريني تم تسجيدها حتى شهر يوليو الماضي ثم استعرض المجلس آخر المستجدات في التوظيف والتدريب للنصف الأول من العام الفين واثنين وعشرين والتي أظهرت توظيف أربعة عشر ألفا وثلاثمائة وواحد وعشرين مواطنا والذي يمثل ثنين وسبعين في المئة من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي بتوظيف عشرين ألف بحريني سنويا حتى عام الفين وأربعة وعشرين وانخفاض نسبة البطالة من سبعة وخمسة أعشار في المئة إلى خمسة وسبعة أعشار في المئة بفضل الحزم المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها خلال فترة جائحة فيروس كورونا وخطة التعافي الاقتصادي وإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف وذلك في ضوء الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من سعادة وزير العمل بعد ذلك قرر البجلس مايلي أولا الموافقة على المذكرة التالية مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن عادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة ثانيا مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تقريري الحساب الختامي الموحد للدولة وأداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الفين وواحد وعشرين ثالثا مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن إنشاء مركز صحي متكامل في مدينة سلمان بالتعاون مع القطاع الخاص رابعا مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حماية الأثار خامسا مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن اتفاق بين شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين وإدارة الطيران المدني الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية سادسا مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشرعية بشأن رد الحكومة الأربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب بعدها استعرض المجلس الموطوع التالي مذكرة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتي لازلت لدى السلطة التشرعية بعد انتهاء دور العقاد العهد الرابع من الفصل التشريعي الخامس ثم أخذ المجلس علما من خلال التقرير الوزاري المرفوع من سعادة وزيرة السياحة حول زيارة رسمية للمسؤولين في قطاع السياحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لمملكة البحرين